مصر الليلة وتعليقاتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تتباين ما بين فيسبوك وتويتر ويوتيوب كلها منصات تمكنكم من التواصل معنا بأشكال مختلفة كما أيضا نجدد للدعوة لمتابعة البث الحي والمباشر للجزيرة مباشر مصر سواء عبر نافذة المباشر مصر على الإنترنت أو عبر تطبيقات آي او اس وأندرويد التي تعمل بها أنظمة الحواسب اللوحية والهواتف الذكية كما نذكر أيضا بالقضايا المطروحة للنقاش وهي اقتحام قوات الأمن عدد من الجامعات المصرية وإلقاء القبض على ثلاثة أساتذة جامعيين بتهمة الإرهاب الطلبة يردون مش حنسب هلكو هذا الهاشتاغ هو عبارة عن حملة تضامنية واسعة ودعوة للحراك الطلبي في يوم الغد تابعونا لتعرف المزيد عبر فقرة التواصل في مصر الليلة وفي الجزء الثاني من الساعة الأولى المناقش زيارة 160 رجل أعمال يمثلون 60 شركة أمريكية في حركة اقتصادية وصفتها النيويورك تايمز بأنها تعامل مع نظام مستبد هذا هو وصف الجريدة الأمريكية فما هو وصفكم أنتم بانتظار تعليقاتكم عبر هاشتاغ مصر أندرسكور الليلة شكرا نعم يكاد المريب يقول خذوني طالب يحمل رواية عن الدكتاتوريات العسكرية في العالم فتقبض عليه السلطة مع أنها تقول ليلة نهار أنها سلطة شرعية ومنتخبة بإرادة شعبية وأقسم رئيسها من قبل قائلا لا والله ما حكم عسكر الرواية التي أدت بالطالب المسكين إلى السجن كتب الأديب العالمي جورج أورويل صاحب رواية مزرعة الحيوانات وضع عنوانا لرواياته من أربعة أرقام 1984 ليس هذا هو الحدث الوحيد اليوم فبعد أسبوعين من الهدوء الذي تواكب مع مراجعة ملف مصر الحقوقي في الأمم المتحدة عاد الأمن لعادته القديمة في الاقتحامات وبدأ بجامعة الأزر بالغازي والخرطوش والهروات وكانت تدخل الأعنفة في هندسة العاشر من رمضان حيث عشرات الإصابات ومن جديد عادت المواجهات بين فالكن والطلاب في أزهر بنسويف وأخرج الطلاب عناصر فالكن واقتلعوا بوابات الأمن ولم يتوقف الأمر عند الطلاب فقد طالت يد الأمن الأساتذة واعتقلت بالأمس ثلاثة منهم في جامعة القاهرة بتهمة تشكيل خلية إرهابية وفي خضم كل هذا دعت حركات طلابية لموجة ثورية لكسر الحصار المفروض على الجامعة بعد نحو أسبوع من الهدوء استأنفت قوات الأمن تعاملها الخشنة مع الحراك الطلابي الذي بات يقض مضجع السلطات التي اعتادت وصف المظاهرات المناهضة لها بالأعمال التخريبية والإرهاب قوات الشرطة اقتحمت جامعات الأزهر وبنسويف والعاشر من رمضان لمنع مظاهرات طلابية حاشدة مناهضة للسلطة مما أندى إلى إصابة واعتقال العشرات في جامعة الأزهر فرع تفهن الأشراف نظمت أعداد من الطالبات وقفة مناهضة للسياسات الأمنية القمعية لقوات الأمن بالجامعات كما يشاهدت جامعات الإسكندرية والفيوم وأسيوت والمنصورة مظاهرات مماثلة حركة طلاب ضد الانقلاب وجهت دعوة لموجة ثورية طلابية جديدة لكسر الحصار المفروض على الجامعات واعتبر الطلاب أن محاولات وقف الحراك الطلابي في الجامعة قد فشل رغم استخدامه لكل أدوات القمع الطلاب ننددوا بحوادث قطف الطالبات من الجامعة على أيدي قوات الأمن وأكدين أنهم لن يقفوا مكتوف الأيدي حيال هذا الأمر يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه طلاب جامعة الفيوم عن رفضهم لقرار إدارة المدينة الجامعية فصل 24 طالبة من المدينة دون أسباب تذكر في مخالفة صريحة للوائح والقوانين الحراك الطلابيون متواصل يطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين ووقف التعذيب داخل السجون والقصاص لجميع قتل المظاهرات على صعيد آخر أكد رئيس جامعة الأزهر عبد الحي عزب استمرار الدراسة بشكل طبيعي بكل كليات الجامعة للبنين والبنات مشيرا إلى تمسك إدارة الجامعة بمواجهة أي محاولات لتعطيل الدراسة بالحزم والشدة وفق القانون واللوائح على حد تعبيره يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه تضييق الخناق على أساتذة الجامعات حيث اعتقلت الداخلية مؤخرا ثلاثة من أساتذة جامعة القاهرة بتهمة تشكيل خلايا إرهابية وهي التهمة التي باتت تلصق بأي أستاذ جامعي تكتشف الجهات الأمنية أنه معارض للإنقلاب ولمناقشات هذا الموضوع أرحب بضيفي في السوديو مصر ليلى أحمد البقل نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أهلا وسهلا بك وسيكون معنا بالطبع ضيوف أخرون في ثانية النقاش لكن لو مررنا سريعا على ما حدث اليوم فعليات اليوم في الجامعات وما حدث من جانب قوات الأمن لمواجهة الطلاب في الجامعات اليوم يعني في البداية بسم الله مرحيم الأسبوع الخامس على التوالي وما زالت إرادة طلاب مصر تؤكد على أنها تستطيع كسر الحصار الذي يريد فرضه عبد الفتاح السعر الجامعات المصرية من هيمنة عسكرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على الجامعات خلان أقولي اللي حصل النهاردة بالتحديد في الجامعات مشاهد متكررة من اقتحام قوات أمن الإنقلاب إلى حرم الجامعات أصبحت الآن في عهد الإنقلاب العسكري لا حرم ولا قدسية لا حرم الجامعات المصرية الجامعات المصرية مستبحة منذ اللحظة للإنقلاب العسكري لقوات الداخلية تقتحم كيفما تشاء وتعتقل كيفما تشاء إلا حصل النهاردة يعني علشان ليس من توش المشاهد ما نقول لك يعني اقتحام جامعة الأظهر فرع البنات خلانا نحط نقطتين تحت فرع البنات يعني جامعة بدون ولا ولد لا لا القاهرة دي جامعة الأظهر بنات يعني فاش ولا ولد يعني جامعة اقتحم بدون ولا ولد كلها بنات يعني جامعة كلها بنات جامعة لازهر فرع تفهن الأشراف أيضا ماذا بنات برضو آه جامعة هندسة العاشر دي هندسة خاصة العاشر من رمضان جامعة طبع جامعة ايه دي جامعة عامة جامعة خاصة مش جامعة تبع أي جامعة يعني الأمر الآخر جامعة باني سويف أيضا كان فيها اقتحام النهاردة دي جامعة باني سويف مش الأزهر جامعة باني سويف العام وكان فيه فعليات في جامعة الفيوم وكان فيه فعليات في جامعة القاهرة جامعة باني سويف الطلاب طردوا عناصر فالكون وخاروا البوابات همش اسمها كالسر البوابات هزين ده غضب يعني نحو راح ضاق يعني عندما نتحدث عنه انت أقول عليه غضب هو لا 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 يعني الأمر النهاردة نحن نحو راح تتكلم عن شركة فالكون نحن تتكلم عن 82 مليون جنيه بيصرفوا على هذه الشركة ومع ذلك الدخلات تقتح محرم الجامعة ايه الاستفزاز اللي حصل اللي خلى الطلبة يهدوا بوابة الامن تمام في باني سويف تمام الاستفزاز اللي حصل اللي احنا عندنا بس في الثلاثة أسابيع اللي فاتوا تم اعتقال خلنا نقول لك بالأرقام تم اعتقال خمسة وخمسين بنت لا 82 بنت تم اعتقالهم في الثلاثة أسابيع اللي فاتوا منهم خمسة وخمسين بنت خرجوا وما زالوا إلى الآن 13 بنت معتقلين منهم بنت اختفاء قصر الآن لم نعلم عنها شيء لأ قبلها يعني أنا ما عرفش عنها حاجة أي شيء دي غير الطالبة علياء طارق اللي تم اختطافها 15 يوم ثم ظهرت بعد كده الغدرة تانية أنت بتشعرف اسمها يعني؟ لا أنا ما عنديش اسمها إحنا عندنا زي ما نقول حالك عندنا 55 بنت معتقل 82 بنت معتقلة منهم 13 بنت معتقلين وفي بنت ما عنداش أي معلومة عنها اللي هي راحت فين ولا جات منين زي علياء طارق بالضبط عليها طالق لا أنا خلاه أقول لك بس أنا أنا أضرب لحلقة الرقم الأمر المهم يا سزين أنا أنا أقول لك مثلا على سبيل المسال علياء الطارق ديت وتقلت 15 يوم ولما تشوف أمها بتحكي عن طريقة اعتقالها لما خرجت بعد 15 يوم كنا نتوقع مثلا من النيابة العامة هتصدر مثلا أمر باستدعاء الطالبة اللي تسمع منها اختفت فين 15 يوم اللي فاتت دولي بتتهم واضح تتهم الداخلية أنه تم اختطافها من النيابة جامعة الزهر واعتقال لم ترأي شيء إن السفزاز اللي حصل النهاردة في جامعة بنسويف خلت طلبة يكسروا البوابات ما أنا قلت لحضرتك يعني أنت النهاردة لما تشوف في الجامعات كلها عندك اعتقال يعني ما فيش حاجة حصلت هنا لا في اعتقال في النهاردة ان الطلبة ما أنا قلت لحضرتك بنت معتقلة 14 يوم لم نسمع النيابة العامة تطالب البنت أو تستدعي علياء لتسمع شهدتها فيما يعني هم طلبت بنسويف كسروا البوابات عشان البوابات دي لا مش كسروا البوابات بنقول رسالة لا تستطيع الداخلية قامل حق الطوى في الجامعات المصرية والزين رسالة هنا واضحة لكن ليه كان فيه هدوء في الأيام اللي فات يعني هو ما كانش فيه هدوء في الأيام اللي فات الأيام اللي فات كان فيها فعليات لكن احنا بنقول في الحاملة اللي ثمتت شن ما كانش فيه اقتحامات كان فيه اقتحامات في الأسبوع اللي فات كان فيه اقتحامات في الجامعات الأسبوع اللي فات كان فيه اقتحام في الأزهر الأسبوع اللي فات واعتداء على الطالبات فيه برضو تفهن الأشراف وفيه الأزهر وكان فيه فيه المنصورة الأسبوع اللي فات وكان فيه اعتقالات بالجملة الأسبوع اللي فات يعني هو الحصر النهاردة ده متكرر متكرر لكن أنا بقول أنه لم يتوقف أثناء مناقشة ملف مصر في مجلس حول الإنسان خالص أنت عندك الخمس أسابيع اللي فاتوا تسجيل الانتهكات اللي احنا سجلناها ضد الدخلية وضد العسكر في حرم الجامعات يعني تخطى كل شيء أنا بقول لك في الخمس أسابيع اللي فاتوا 82 بنت تم اعتقالهم وخطفهم لم نعلم عنهم أي شيء خرج عدد كبير منهم وبقى 13 إلى الآن في السجون بإضافة للبنت المختطفة الأمر هنا وعزين تخطى كل شيء النهاردة في الحملة أو في الموجة السورية اللي دشنوها احنا نتكلم عن الموجة السورية بعدين لكن معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة يوسف الصالحين المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب في الجامعات المصرية يوسف أهلا وسهلا بك احنا كنا بنسأل أحمد على ما حدث في الجامعات اليوم كان هناك مواجهات بين الأمن وبين وعضاء شركة فالكم من الجاعة وبين حركة وبين الطلاب ايه اللي حصل ايه اسباب هذه المواجهات نعم هو اليوم هو كان خضوة تصعبية جديدة وانتصابة متجددة بتزيد لهيب الحركة الطلابي ربا على حاجات كتير فردها أحمد مش حابب انه اكررها تصعيدية منه كنتو كطلاب ولا تصعيدية من السلطة اللي هي اقتحمت جامعة الازهر النهاردة لا خلينا اقول انه ما فيش تصعيد تستطيع سلطات الانقلاب والأمن الانقلاب انها تتخدوا يعني ما فيش اكثر من القتل والاعتقال والتعذيب والفصل المتعسف تقدر تعملوا سلطات الانقلاب بسا خلاص هم عندهم ما فيش تصعيد التصعيد السلمي بيكون من انتفادة الطلاب وده احنا قعدنا به كحركة الطلاب بدل الانقلاب ان هو سيأتي وفي مزيد منه كله سلمي وكله ببساطة بيوضح ان ان الحصار المفروض زي الاسبوع ده الحصار المفروض على الجامعات ان الدولة باكملها بكل مؤسساتها جيش شرطة ادارات الجامعات بل بكمان بيستعينوا بشركة خارجية عشان تقنع الطلاب كل ده تحدي كامل فاشل للحراكة الطلاب في مصر فيه فيه شقين الحصار المادي وده احنا كلنا عارفينه والبوابات والاسوار وشركة فالكون والجيش واقف بره والداخلية محصرة جميعا وهو منهزم بسبب ان هو بيحاول يفرض ارهاب وحصار نفسي على طلاب لم ينجح هذه النقطة يعني وهذا انتصار للطلاب ان الطلاب اذا هزموا نفسيا لن يتجمعوا ولن يتظاهروا ولن يكون لديهم فعليا بيكسر الحصار النفسي يكسر الحصار المادي ويكون الانقلاب فاشل في تحديم دور الطلاب في مصر طيب انتو ايه الخطوات اللي جاية اللي انتو هتعملوها بعد كذا يعني ما هو القادم بالنسبة للحركة الطلابية يعني اديلكوا اكتر من شهرين اهو او شهر او اكثر ويعني الحركة الطلابية شغال منذ بداية العام الدراسي هيوصل لايه؟ عايزين توصلوا لايه في الاخر؟ طيب بداية الحركة الطلابة من بداية الانقلاب العذكري وليس فقط من العام الماضي ولا من بداية هذا العام الدرس هذه هي نقطة النقطة الثانية نحن ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل كما ورد في التقرير ومش حابب أكرر أن نسقة الانقلاب العذكري دي غاية يدخل تحتها أهداف أن نطالب القصص من أول مسؤول على الانقلاب العذكري طيب ده مطلب كل المصريين أنتم كطلاب إيه طلبتكم كطلاب؟ أنتم كطلاب يعني إسقاط للانقلاب ده مطلب عام لكثير من المصريين مش بس طلبة لكن أنتم كطلاب إيه اللي أنتم عايزين؟ كطلس للطلاب الإفراج عن كل الطلاب الذين يعني اختجزوا واعتقلوا ويعذبوا في زرين القلاب ومحاسبة أنفع على ذلك الطلاب الذين فصلوا فصول سواء نهائية أو فصل عن دراسة أو عامين كلهم من حقهم يرجعوا الأكثر من ذلك إحنا نريد جامعات حرة الطالب من حقه ليست الجامعات ما كان فقط للدراسة الحق أنه هو يمارس أي عمل سواء سياسي اجتماعي نشاطي يعمله بره الجامعة لما يتخرج من حقه يعمله بره الجامعة من حقه أنه يعبر عن رأيه من حقه أنه يكون عندنا انتخابات نفسها للتحادث الطلابية من حقنا أن إحنا الإدارات الجامعية الفاسدة دي من هي تنظف من حق الطلاب يعودوا في المدن الجامعية ألاف الطلاب الأظهر مثلا مشاردين منهم طلاب وطالبات مشاردين في المواصلات العامة كل يوم صفر رايح جاي والطلاب مش لقين سكن والسماسرة في الطاهرة بيستغلوا حاجة الطلاب وما فيش مكان أدامي طلاب يعيشوا فيه وإدارات الجامعة الأظهر تطلع تقولك إحنا عم نحاول طيب لو حصلت لو استجابت يعني لو استجابت السلطات لهذه المطالب هل هتوقفوا المظاهرات مثلا؟ تمام للمطالب الصغيرة تمام الهدف الكبير بقى أن إحنا نطلب بالقصص من عم نفتاح سيسي اللي تسبب وكان انقلابه ومقتل لمقاتل طلاب المصريين وعدقالهم وتعذبهم لو ده تحقق ماشي إحنا موفيين أنا وفيهم اللي تحقق المطالب الصغيرة ولا المطالب الكبير لا المطالب الكبير يا فندم مرضا المطالب الصغيرة دي هي أهداف صغيرة إحنا فيه غاية كبيرة تدخل تحت كل الأهداف الصغيرة أرجو أن تبقى معي يوسف صلحين متحدث باسمه طلاب ضد الإنقلاف في الجامعات المصرية معنا أيضا من بنسويف محمد إبراهيم أحد شهود العيان على ما حدث في جامعة بنسويف اليوم محمد أهلنا سهلا بك يحكي لنا لحسن يحكي لنا لحسن يحكي لنا بس واحدة واحدة كده يا محمد دلوقتي الطلاب خرجوا في مسيرة بعد ما خرجوا في مسيرة هل حد تعرض لهم هل حد الأمن ضربهم هل فالكون ضربتهم هل حد أي حد تعرض لهم ألا لا يعني حاولوا يعملوا إيه لأن لنا فهمه إن تعاقد فالكون مع الجامعة ما فهوش إن هما يدخلوا جوه الجامعة ويشوفوا الطلبة بيعملوا إيه أو يتفاعلوا معه هما بس بيشوفوا الطلب يدخلوا يدخل الجامعة أو ما يدخلش هل هما بيدخلوا جوه الجامعة وبيتفاعلوا وبيشتبكوا مع الطلاب ده الأمن الإداري اسمح لي اسمح لي ده الأمن الإداري ولا فالكون طيب النهاردة بقى حصل إيه بالتحديد النهاردة بالتحديد حول المنساعلية ما تتعملش بتاع الطلاب طلاب أصال من المنساعلية تتعمل وعملوا الفعلية بتاعياتهم ويصدعوا على البوابات بتاع الفلكم يعني اذيروا عليهم وكسروا البوابات وقرضوا مبارك جامعة خالهم طيب هما لما فالكون حولوا الفعلية ما تتعملش حولوا إزاي يعني عملوا إيه يعني بيهدد معا حوالين الفعلية بيحاولوا يدوا تكلم الشباب ان ما تعملوش كده ده مستحى عشان مصلحة هل اشتبكوا مع الشباب? هل اشتبكوا مع الطلاب ولا ما اشتبكوش؟ نا مشتبكوش مشتبكوش يبقى اذا هم مشتبكوش مع الطلاب بس الطلاب كسروا البوابات كمان اه يعني الطلاب هم اللي كسروا البوابات من غير ما تشتبك بيهم فالكن طيب وبعد كده ايه اللي حصل بقى الامن بقى عمل ايه بعد كده حد بوصل حضرتك ان احنا عمي رأس جامعة ده من خلال السف عشر طالب نبطول فصل نهائي كل تهم هم اه هشافات موسيقى للشرطة والجيش وراب عشارات رابعة وتظاهر داخل الجامعة وحدات من دي اه انتو عندوكو 16 طالب مفصول فصل نهائي هل الامن اقتحم الجامعة بعد كده او اللي حصل ايه بعد كده لما حصل اشتباك مع اقتحم قوات الامن جد برى الجامعة وضربت من برى الجامعة وقتحم الجامعة وفعلت بك ما اعتقلتش حد اه طيب اشكرك شكرا جزيلا محمد ابراهيم شاهد عيان من جامعة بنسويف حسب شهادته فانه حولت افراد شركة فالكن منع فعالية للطلاب لكن لم تشتبك مع الطلاب بعد ذلك قام الطلاب بكسر البوابات شركة فالكن البوابات الامنية ثم درب الامن غاز مسيل الدموع داخل الجامعة وداخل وقتحم الجامعة ولم يعتقل احدا دي شهاده ده ملخص شهادة محمد ابراهيم وهو طالب من جامعة بنسويف معنا عبر الهاتف من القاهرة احمد شعبان مسؤول طلاب 6 ابريل بالجامعات المصرية في دعوة احمد شعبان لموجة ثورية لكسر الحسار المفروض على الجامعات هل انتم جزء من هذه الموجة طيب روابات في البداية بطلوسة ابريل عندنا بعض الملاحظات او الانتقادات على عمل وآلية حرفات طلاب بنقلاب وكان ذلك هدفهم بعودة مرسي وشريعات المزعومة ونرى انها لا تستطاع الحلقة الطلابية ومعاركة فيما يخص الحرارات الاكاديمية ومبدأ استخدار الجامعات وكان ذلك استغلال النظام لبعض الممارسات اللي تمت مسل زمن شهادة زميل من شوية عن تكسير البوابات يونه تدخل من امن بالكل وانه الممارسات دي باستغلها طوال الوقت العلونية المستعناتها من قبل النظام وانه نظام مثلا للهجوم على حركات الطلابية داخل الجامعات او خارجها لكن في نفس الوقت في ذلك النظام لا يستمع طول وطولهم من نوعيده وكشريع نقوانين وإجراءات وهدفها الرجوع الى عصور ولد ولن تعود ودخل الطلاب من المنازل وغطلهم وفصل عجب من الطلاب بفصل نهائي وكمان طب انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا هتعملوا ايه بالزفر؟ حتى الان حتى الان تمت اتيت رئيب طلاب مصر لضم عجب من السيارات السياسية والكيانات السياسية واللحظات السياسية النهاردة فيه بيان طالع طالع بفصل عشر طلاب فصل نهائي جامعة بنسويف كان فيها ستاشر طالب فصل نهائي وفي اتناشر طالب تم فصل النهاردة صحيح واتلاف طلاب مصر فيه احد ممثلي معتقالين انتوا هتعملوا ايه؟ باعتباركم جزء من اتلاف طلاب مصر حتى الان اين الفعاليات اللي لوين تعملوها في المستقبل؟ النهاردة كان فيه فعاليات جامعة منصورة باسم اتلاف طلاب مصر بتنص على التعريف بالحقوق الطلابية والحقوق الطلابية بتنص على بروض اخراج كافة المتقالين من الطلاب على اساس سياسي وكذلك رجوع كل طلاب والغاية تقرارات ومشاريع قوانين اللي بتتم داخل الدولة البداية كانت مثلا النهاردة جامعة منصورة سبق فيها انفعالية في جامعة حلوان وهذا جامعة عينشام وكانت سبق انفعالية في جامعة القاهرة فحتى استمرر فعاليات وتحرفات اللي بتنص طيب احنا استمعت معنا الى يوسف صالحين المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب في الجامعات المصرية هدفهم النهائي هو اسقاط الانقلاب انتوا ايه هدفكم النهائي كطلاب 6 ابريل واتلاف طلاب مصر والله هدفنا النهائي كطولة 6 ابريل واتلاف طلاب مصر هو استمرارية الثورة 825 نائر ومطاربها وتحقيق مطاربها التي تمت بالعيش والفرية والعدالة الاجتماعية وكذلك كطولة ظهرنا هدفنا ان يكون فيه مجتمع تعليمي منظم ويكون فيه حياة اكاديمية موقفة طلاب حقوق ومفقفة حقوق فكافة الحقوق والحراب السياسية او تعليم جيد او كذلك برضو هو استمرار الثورة ده اسمحلي استمرار الثورة ده مش ممكن يكون هدف يعني الثورة دي وسيلة مش هدف الثورة دي وسيلة طبعا مش غاية ولكن في النهاية بالثورة وتحقيق مكاسبها هو في النهاية تحقيق الهداف للثورة ونجاح للثورة كذلك هل اسقاط الانقلاب جزء من اهدافكم ولا مش جزء من اهدافكم واعتقد انه ما فيش خلاف عليه من اي حد يعني طيب هل اسقاط الانقلاب احمد شعبان هل اسقاط الانقلاب يعتبر جزء من هذه الهداف وعلى ما اعتبرش جزء من هذه الهداف على حسن توصيف الانقلاب لو شعرفنا انقلاب الأسم هناك انقلاب على خا في 25 يناير وهدفها ومطالبها ولكن ليس انقلاب على مرشي وشرائي trouvé المجموع هذا كتلابات الدخولية ويقعم بهاة تلاب طلاب مصر هذا هدفنا هذا تكون انقلاب الأسم انقلاب على خا في 25 يناير أنا عارف ان انتم شايفين ان في انقلاب تم لكن هل انتم من ضمن أهدافكم اسقاط هذا الانقلاب الذي تم طيب الاهداف اللي موجودة والمطالب اللي بنطالب بيها فيها هي في النهاية يزاحد هذا النظام عن السلطة القائمة وأعتقد أن المطالب اللي نتسلم فيها وأن الاهداف الصالب هذا حقص إلا وخصصنا بفوجود نظام عبد الفتاعة السيسي ونظامه الحامل ده هدف يعني تقريبا هدف مشترك بينكم وبين طلاب ضد الانقلاب مش بشكل مباشر ولكن الالات مختلفة في شكل كبير جدا يعني ماشي لكن إيه الاختلاف بقى في الوسائل أنت وسائلكم أنت وسائلكم إيه أنت وسائلكم إيه وهما وسائلهم إيه يعني إيه الفرق بينكم في الوسائل أعتقد أن حتى الآن اللي تمت عمدار ثلاث سنين وما تبقى صبق الثورة لم يتم تدخل من لم يتم إحراط مجمعات مدرجات لم يتم تخصحها مدرجات ولا مدرجات كليات مفيش أي مبرر كان عمدار ثلاث سنين فاسر ضعب الثورة إن الأمن يفتح من الجامعات ما بيش أي صلوب محجل شرفة في الإعلام حتى الإعلام المستقنة من قبل النظام محجل شرفة في حركات الطلاب داخل الجامعات عمدار ثلاث سنين بعد الثورة ولكن الأهليات العمل اللي بتتم عن طريق طلابين من طلاب وتحفظاتهم من داخل الجامعات أذبتت أو أنا أصح اسمح لي برضو أحمد لأنه برضو أنا الحقيقة على فكرة أنا وقف على الحياة تماما بينكم يعني أنا أنا ما عنديش أي أي ميول لا لهذا ولا لزيك لكن لما تقول أنه هو الأمن اقتحم الجامعة بسبب تصرفات طلاب ضد الانقلاب ده برضو جزء من الصور الصورة الأعام الصورة الأعام أنه هو كده كده بيقتحم كل حاجة مش بس الجامعة هو بيقتحم كل حاجة بالضبط بالضبط هو مش القائل لهم الكامعة طلابين صلاة ولكنا بالسلام على الممارسات اللي بتنفع بقية طلاب من التحرفات داخل الجامعات زي إيه بقى إيه الممارسات اللي أنتو معترضين عليها كمثال من حوالي أسبوع اللي فات تم إشعال مثلا شماريخ داخل جامعة حلوان وهي جامعة معروفة أنها لا تنهاش أي مشاكل خاصة بالأمن ومتمشة في صحامها أو غيره وكان غير مبرر مثلا أن تعالي شماريخ وقطع الطرق ولا سرع من ممارسات داخل جامعة حلوان أن الجامعة في النهاية طلاب متكثفين في تحرفات داخل الجامعة فرية في عمل السياسة بيتم داخل الجامعات بمجرأي مشاكل للعدم الصالح العام للطلاب وكذلك تحرفاتهم طيب اسمح لي أسمع رد على ذلك من يوسف صالحين متحدث باسم حركة الطلاب ضد الانقلاب يوسف طيب رد عليه بذل المضاق كبير أنت سمعت محمد إبراهيم مشاهد من بني السويف قبل قليل كان بيقول بشكل واضح أنه شركة فالكون لم تشتبك مع الطلاب لكن الطلاب كسر البابات أحمد شعبان أحمد شعبان دلوقتي بيقول لنا أنه استخدام شماريخ داخل جامعة حلوان أنه فيه أساليب بتستخدموها مضرة بالعمل الطلابي طيب بالنسبة لشركة فالكون هي فندم أداة في يد النظام للانقلاب العسكات ببساطة خليني أضرب أمثلة يعني محددة شركة فالكون كانت بتفتش الطلاب وتفتش موبايلات الطلاب في أول أسبوعين الدراسة لولا أن هي كسرت شوكتها كانت بتستمر في عمل ذلك شركة فالكون كانت بتفتش الطلاب ذاتيا بطريقة مهينة شركة فالكون بتسلم الطلاب الداخلية يعني هي أداة قمع فمواجهة شركة فالكون وتجريدها من أدوات القمع بتاعتها دي إحنا شايفينه عمل ذلك بشكل أساسي سواء أن هما طيب والشماريخ داخل الجامعة عمل سلمي الشماريخ وجود الشماريخ داخل الجامعة عمل سلمي عشان بيحمل رواية جوج أول وسلموه للداخلية يعني ده ده فكرة الدورة العبية بالضبط بالنسبة للأستاذ الفارد أحمد شعبان أنا عايز أسأله عن ثورة 25 يناير هل هي ثورة سلمية وفعلياتها اللي أنتم شاركتوا فيها كاستة أبريل فعليات وقاليات سلمية بالنسبة لموضوع الشماريخ وقطع الطرق كل هذه وسائل تلمية للتعبير عن الغضب والحركة الطلاب بالنسبة لسؤال أن آليات حركة الطلاب بالانقلاب وهو قال إن إحنا ما فيش حرق ما فيش أي حاجة للمدارسة البنوات من بعد الثورة ونجاح الثورة أرد أي رد سيدنا عليه النبي طالب لما قال فمن قتل حمزة يعني قتله من أخرجه أول رد اللي احنا نوعي إيه اللي ودهه منك يعني إيه اللي وده طلب الجماعات الظهر أشكرك شكرا جزيلا إحنا بسبب أن الأمن يقرح من الجماعات ويقتل ويعتقل عشوائي وضحت فكراتك أحمد يوسف صالحين شكرا جزيلا المتحدث باسم حركة طلاب ضد الإقلاب وأشكرا أيضا أحمد شعبان ومسؤول طلاب ستة أبريد بالجماعات المصرية نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل اجتماعي تعليقاتهم على ما حدث اليوم خصوصا اعتقال الطالب اللي كان شاير رواية 1984 في الحقيقة كان هناك موجة من التعليقات السخرة المنتشرة على مواقع التواصل لكن في الواقع زين غلب على هذه السخرية العديد من حركات التنطيمية على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى الحشد الطلابي ابتداء من يوم غد بداية مع هاشتاج مش هنسب هلكو هذا الهاشتاج تحول إلى صفحة على فيسبوك هي دعوة مباشرة إلى التظاهر بدءا من يوم الغد تحديدا في حرم جامعة القاهرة تم تحديد موعد 19.30 قدام المؤكتب المركزية وفي النهاية هذه الدعوة لم تقتصر فقط على جامعة القاهرة وإنما امتدت حتى لتصل إلى طلبة الثانوية العامة حركة طلاب ثانوي ضد الانقلاب كتبوا أيضا على ذات الهاشتاج اللي هو مش هنسب هلكو مخاصرون ولكن صامدون فتخبروهم أن إن يقتلون أو يفصلون أو يسجنون إن يفعلوا ما يفعلوا قلنا مرارا أننا لن ننحني لن ننثني ولن نركن لكن نذهب إلى سؤال جمهورنا على مواقع التواصل الاجتماعي بداية مع فيسبوك كيف علقوا على الحركة الطلابية والمشهد الذي تعرضت له الجامعات اليوم مع فرق الذي يقول الدكاترة إرهابيين موانسين إرهابيين مدارسين إرهابيين الطلاب إرهابيين الطالبات إرهابيين التلاميذ إرهابيين الأطفال إرهابيين طب مين بقى المواطن الشريف لما كل دول إرهابيين نيرمين تقول تعامل النظام بهذه الطريقة الغاشمة مع طلابها يزدهم إصرار وتحدي لتحقيق حريتهم وأخذ حق زملائهم مزيد من التعليقات مع محمد الذي يقول سيسي بطل الإرهابيين في العالم هكذا يصفه ويتهم الشرفاء بالإرهاب من يقتل المتظاهرين بدم بارد أليس إرهابيا وجب على الطلبة أن يرفعوا شعار الموت لا المذلة وذلك وفقا لتعبيره أيضا ابن مصر يقول ولسه أنتشفتوا حاجة رئيسنا قال الجمع مكان تعليم مش مأوى للإرهابيين هو بذلك ينحاز إلى وجهة نظر مختلفة كمال بلال على تويتر يقول استحالة النظام يهزم الشباب المصري وما فيش تنازل عن أهداف ثورة الخامس والعشرين ميناير على ذات النوعية مستمرة التعليقات والتغريدات مع أشرف ما فيش طالب اهتم بدروس أو عمل أو اخترع أو ألف كتاب أو اكتشف حاجة بس اسمعنا طالب لابس متشايك رايح الجمعة وغيره بيتظاهر وبيعتقل هو بينتقد أنه لماذا لا ينضم قطاعات أوسع إلى الحراك الطلابي هايدي تقول في الجامعات كوميديا الإخوان المستمرة معتبرة هذا الحراك الطلابي يعني مقصور على الإخوان وأيضا من ضرب الكوميديا آدم سميث هكذا هو اسم الحساب يقول تسلم الأيادي اللي ضيعت وأتلت ولادي لكن هناك أيضا مزيد من الهاشتاجات اللافتة لانتباه هي يا إدارة ما بنخفش وأيضا مش هنسي بالحق ورفع الحصار أو الفوضى يعني يادا يادا شكرا شكرا جزيلا عمر حسن تعقيب سريع من أحمد البقري على ما قيل حتى الآن خاصة الشهادة للطالب محمد إبراهيم فيما حدث في جامعة بانسويف تعليق الأول على زميل أحمد شعب تعليق على محمد إبراهيم الأول على محمد إبراهيم أنا أرأت لك يا أسف زين موضوع النهاردة حتى في بانسويف هنا أتذكر كان في اقتحام لقرية الميمونة واستشهاد اتنين في قرية الميمونة في بانسويف الميمون في بانسويف دي نقطة لا يعني دلوقتي الشهادة دي واضحة إن هو الطلبة راحوا كسروا البوابات دون أن يحتك بهم هو قال إن الطلبة هو الملاحظ داخل الجامعات عسنزية وده اللي قاله أغلب رؤسائي الجامعات إن فيه كاميرات موجودة داخل مكاتب رؤسائي الجامعات بيستخدمها مع نصر شركة فالكون لتسليم الطلاب داخل للدخلية لكن الملاحظ في كل الجامعات بأسسنا ولم تكن جامعة بانسويف منعزلة عن باقي الجامعات إن أعضاء شركة فالكون هم من يقوم بتسليم الطلاب داخل الجامعات شكرا وانا بس نقطة بهم في موضوع أحمد شعالون هو تكلم كثيرا في عدة أمور الأمر الآخر اتلاف طلاب مصر اعتقل أنا السلام عضو اتلاف طلاب مصر ومسؤول العقاة الخرجاء في تحاد طلاب مصر ولم يتحرك اتلاف طلاب مصر حتى لو يصدر بين إعلاني الحملة مستمرة ومن يريد أن يلحق بالحراك الطلابي أن ينزع الأرض وأن يقدم تضحيات ولا يتحدث في وسائل إعلاني شكرا جزيلا أحمد البقري نائب رئيس التحاد طلاب مصر شكرا جزيلا وما زلنا معكم في مصر ليلة وفي البرنامج بعد الفاصل أكثر من 150 رجل أعمال يمثلون 60 شركة أمريكية يصلون مصر لبحث فرص الاستثمار وصحيفة نيورك تايمز الأمريكية تعتبر الزيارة دعما لنظام مستبد اشتركوا في القناة